هل يساعد المجتمع المغربي بكل فئاته المهاجر في وضعيتها شاشة على الاندماج؟ بين مدافع عن حصيلة إيجابية لسياسة الهجرة واللجوء وخاصة قطوة التسوية القانونية لأوضاع آلاف المهاجرين ومؤكد على أن هذه التدابير لم تؤدي إلى اندماج حقيقي لهذه الفئة مهنيا واجتماعيا منبه إلى تمثلات سلبية وموقف تحقض ورفض وسلوكات تمييز تجاه المهاجرين الذين اختاروا المغرب بلدا للاستقرار تختلف المواقف حسب المواقع ونبادر نحن لإخراج الحوار من أزمته أهلا بكم ولإخراج الحوار من أزمته في موضوع الإدماج المهني والاجتماعي لفئة المهاجرين يستعدني أن أصطدف فيها لسجو كل من السيد رافور ضهشور الإطار بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان مساء الخير سيدي خير شكرا على الدعوة أهلا وسهلا بك على اليسار يستعدني أن نرحب بسيد عبد الرحمن صادق منسق المشاريع بجمعيات أياد متضامنة مساء الخير سيدي شكرا على تلبية الدعوة والترحيب موصول لسيد ديوب منتغى رئيس المؤسس لجمعيات كيريكو بالمغرب مساء الخير مساء الخير سيدي أهلا وسهلا بك شكرا مشاهدين نبادر لإخراج الحوار من أزمته في موضوع هذا العدد لكن بعد متابعة تقرير أعده الزميل محمد مشتوبي من بلد عبور ومصدر للهجرة تحول المغرب في السنوات الأخيرة إلى أرض استقبال وإقامة لآلاف المهاجرين مهاجرون جاءوا إلى المملكة من مناطق متعددة تبقى دول القارة الإفريقية في صدارتها إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى أن عدد الأجانب المقيمين في المغرب ارتفع بأزيد من 63% بين 2004 و2014 ليتجاوز 84 ألف نسمة إلى جانب هؤلاء المهاجرين النظاميين وصل آلاف آخرون إلى التراب المغربي بطريقة غير شرعية فارين في الغالب من ويلات الجوع والفاقة والنزاعات التي تعيشها بلدانهم السلطات المغربية وفي إطار مواكبتها لهذه الظاهرة واستباقا للإشكالات التي قد تطرحها اعتمدت منذ 2013 سياسة جديدة للهجرة واللجوء كان من ثمارها تنظيم مرحلتين لتسوية أوضاع المهاجرين في وضعية غير قانونية تمت خلال المرحلة الأولى عام 2014 تسوية أوضاع أزيد من 23 ألف مهاجر فيما أسفرت المرحلة الثانية المنظمة ما بين منتصف دجمبر 2016 ونهاية السنة الماضية عن استقبال أكثر من 28 ألفا وأربعمائة ملف من أجل التسوية ينتمي أصحابها إلى 113 دولة لكن ورغم الجهود المبدولة على الصعيد الرسمية يبقى السؤال المطروح أي تمثلات يحملها المجتمع المغربي إزاء المهاجرين الأجانب ولسيما منهم في وضعية هشاشة وهل يمكن وسم الحوادث التي تقع بين الفينة والأخرى ضد المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء بأنها تمظهرات لممارسات عنصرية أبدأ معك سيد غفور ضحشور سؤال المحوري والمركزي في هذه الحلقة وهل فعلا بقي البون شاسعا بين جهود وثمار التسوية القانونية ومجمل التدابير في إطار سياسة المهربة الجديدة للجوء والهجرة التي انطلقت عام 2013 وبين رحان أو بين تحقق رحان الاندماج الفعلي طيب بالنسبة للحديث في هذا الإطار هو حديث على وحد المجالين كبيرين شاسعين متمايزين يعني كين الجانب دي التسوية الإذارية اللي هو يعني أننا دخلنا في سنة 2014 ثم تجددات العملية في سنة 2016 العملية طبعا شملت واحد العدد مهم من طلبات التسوية اللي تقدمت بها الفئة اللي هي معنية بهذه العملية بشكل عام وما بين أيضا الناس اللي حصلوا على الوضع يعني النظامي الحقيقي ثم كي الجانب الآخر اللي هو المرتبط يعني تتنظر اللي هو كبير ومجال شاسع اللي هو المسألة دي الإدماج أو احتل اندماج للنقصنا نشوفوا المسألة بهذه العملية اللي هي جدلية وتفاعلية طبعا كما هو معلوم أن المغرب يعني استمر واحد سنوات طويلة وهو معني بالهجرة ولكن معني بالهجرة كشريك دي الاتحاد الأوروبي ولكن طلق من 2014 غادي يولي المغرب بحالية غادي يفكل ارتباط نوعا ما مع الاتحاد الأوروبي من أجل بلورات السياسة دياله هو الوطنية وغيرت حول فعليا إلى بلدين للاستقبال نعم لأن تحولت الموضوعية تحولت الموضوعية فرضات عليه هذا الأمر هذا إذن لم يعود المغرب هو ذاك البلد المصدر في هذه المرحلة معينة المهاجر المغربي المحد ولم يعود هو ذاك البلد المستقبيل بشكله هو طارئ وموقات ومناسبة للناس اللي هم جايين وهذه عبروا البلد وهذا ولكن تحول إلى بلد ذي الإقامة وذي الاستقرار وبالتالي هالتحولت اللي هي موضوعية كان ضروري أننا نواكبها من خلال أولى المقاربة والوعي بالأبعاد ديالها والامتداد ديالها والاستلزامات والاشتراطات ديالها يعني ثم كان ضروري أننا نفكره في إجراءات معينة من أجل تسويض الوضعية ديال هذي الناس وفق واحد المقاربة وواحد الأساس اللي هو إنساني ثم منضبط المعايير ديال الحقوق الإنسان هذا ذلك نفح القديل يوم اللي كان أعتبر بأنه يشكل أزمة الحوار الحقيقية هو حدود إشراك عموم فئات المجتمع في هذا التحول واش يعني توفقنا في أننا نقلو جميع فئات المجتمع المغربي من هذا السجل ديال الأمس القريب إلى السجل ديال اليوم بريهاناته بتحتياته ويقول لي يشارك حتى هو في الإدماج الفعلي لفئات المهاجرين أو ما توفقناش هو أولا صعيب أننا نتكلم عن المجتمع المغربي كوحدة اللي هو منسجمة يعني كهذه المستويات في المجتمع المغربي ويمكن أننا مثلا إلى مشناهي في التجاه المجتمع المدني المجتمع المدني الآن صبح واحد الوعي جازم بأنه شارك أساسي وميمكنش أننا نتجاوزوه سواء في المقاربات أو إلا في بلورة السياسات أو في تنفيذها ومتابعتها وتقييمها في التدبير لكل مجالات المدني وتقييمها لهذه المسألة هو نفس السؤال واش فعلا هناك بون شاسع بين المجهود الذي بوديله من أجل التصوير القانونية وباقي الأركان دي لهذه السياسة وبين حدود انخيرات عموم المغاربة فيها وإيمانهم بهذه الفلسفة الجديدة وبهذه الرؤية الجديدة للأمر أولا لأن مسألة تغيير النظرة الأجنبي والآخر مسألة مرتبطة بالعقلية يعني بتغيير عقليات لأننا نحن بطبيعة الحال في المغاربة نحن نتكلم عن العنصرية نحن نتكلم عن العنصرية ما هي بذلك المفهوم لأن ترامب يبغي بناء ذلك الجدار بالمكسيك لذلك الجدار فغزام للمفهوم ندره على أشكال التمييز التي كنا في المجتمع بعض الشكل معاناة ندره على معاناة المهاجرين إذا المغاربة يعني هذه السياسة التي جاءت الهجرة يعني 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 تدريجيا الناس يستوعبوا بأن قبول الآخر وطبيعة المغاربة كلهم عندهم ما تتميزوا للإحساس مغاربة بحكم طبيعة الحال ذلك الإحساس لقناعة الدينية نتاعهم وذلك اللسميته وحنا طبيعة الإسلام كما تدوسوا الإسلام وإذا كان قيم مع أصلية في المغاربة التي تجعلهم يتقبلوا الآخر وفي الجيب الآخر كان مغاربة التي يرفضوا بطبيعة الحال لذلك يرفضوا الآخر إذن كان يحتبون في فصل الوقت الذي كان المغاربة شخصيا مثلا في الشغال الجمعية بعض الأحيان كان يجي مثلا صاحب سيادة أجرام يبغيش مثلا يزمعك مهاجر وكان في فصل الوقت كان مهاجر الذي يخلص على ذلك المهاجر يقول على المدى البعيد وخوصا مع برمة المسائل الترباوية عبر البواب التربية والتعليم التي تنفت على الأجيال المغاربة اليوم ما زال ما قدروا يستوعبوا بأن البلد تحول إلى بلد استقبال واستقرار ما زال ما قدروا يأمنوا بأن وجود المهاجر أو الإجنبي هو فيه قيمة مضافة ومشي موجود فقط باشي زحمهم فرزقهم أو باشي شوش عليهم في اليومي لأن عدد من الدراسات عكسات هاد المخاوف ديال العموم المغاربة كيفاش كتشوف واشو قعش تحول إيجابي في هاد السنتين أو في هاد دعنا نقول الأربع سنوات الأخيرة من يبدأ المغرف في سياستو الجديد لا طبيعة لحال المهاجر دبا معنا حقيقة وربما كل مهاجر دبا كل مهاجر في الميدان اللي كيقوم بأنشطة تجارية وكي مساهمين بالقصد الوطني حاليا ولكن يعني شنكونوا حادرين لماذا لأن الملكا لكي تلقوا مثلا المهاجر مثلا نعطيك مثلا المهاجرين كي مرسوا أنشطة تجارية كبعاء متجولين كي تجي واحد الحملة للتمشيط باش هذه البعاء المتجولين كيف يفررهم ذلك الأماكن اللي كي يبيعوا فيهم وكي تجي لكي القاوم مسؤول يقول مثلا ذلك المهاجرين أنتما ما غا تستافدوا بالتعويض على ذلك الأماكن حتى يستافدوا جميع المغاربة هذي بعض السلوكات اللي كتخلي هذا التمييز وكتشعل كتدكي هذا الإحساس بالتمييز مع المغاربة إذن خاصة نردوا البال بأن المهاجرين خاصة يعني نضعهم جميع الشرط باش ممكن نستقلوهم في البلدان وفرهم جميع شرط باش يبارسوا الأنشيطة لأنه ما قيمة مضافة للمغرب وقيمة مضافة لطبيعة الحال سأتحول إلى ديوب منتاقة المجتمع المغربي فعلاق توب المهاجر كيفاش كتشوفها سيد منتاقة سراها أولا جميع كيين كيين ديشانجم في الأول كنت مشكل بأنو كما للميغران أو لأتراني يلسي ديشانج ويسي 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 لا يجب أنت ديشانج ديشانج سيد منتاقة أنا أول ما تكون شيها جميع راسيزم ما أمن بزافة راسيزم تكون مشكل تتعرف للآخر أنت تقول بأن ما كينش مسألة دي العنصرية بقدر ما كين واحد سوء دي الفهم أو لأزمة في الحوار دي الفهم أنا خاف على الموفور دي الراسيزم بأنو شي هاجا سايب ما شي دي ناس دي الكوريبي أو بداوي أو ما رباتي أو ما رف دي زاقوري دي ما تشوف كينين سايدي دي مشاكل دي الخاف على الأخر بايد المغربي من أصل رباتي فاسي كينين بين سنغالي الجنوب سنغالي ودل ما عرف دي ما كينين دي مفعانس هذا قدر خود بلاس ديالي هذا قدر دير فهمتي ما نعمد بدك تكون راسيزم ولكن كينين تربية في الوطن في السوسيتي سيفل دي المنتالي البدل بزاف مغربي دابا عرف بعنو العخر مشي هير مؤجر لكن جنبي كان تسكنوا هنا بنسبة لمهمة مشي الجري دي الوراق همدلله دابا بلي هنشكره باسم الجنبي سيدنا لاي نصرو بعنو هادك مفتا الوراق دي الاريجولي هادو مفتا دي الجنبي تكون تهرق تمشي الخرج تراف الخبس بعنو انسانيا للمهمة في انسانيا لو كنت مغربي رسي يعني خطوى دي الوضع 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 maintenant il y a beaucoup de choses à évoluer les mentalités doivent évoluer par rapport à la situation du migrant l'autre moi je crois beaucoup à la méconnaissance de l'autre ولكن on est en train il y a 5 ou 6 ans داز نا سيوى سيوى مارف كيف je pense qu'on ne peut pas parler de blocage etniksic ou raciste daz na adakshi daba on doit pas penser l'évolution même de l'intégration de l'étranger c'est à dire comment il peut s'intégrer dans les mentalités de l'étranger de l'étranger de l'étranger de l'immigré de l'immigré maintenant il y a des choses à revoir il y a des cas isolés qui vont avec l'être humain même qui vont avec l'être humain il y a un qui va c'est un autre il y a un bizarre de l'étranger il y a une l'amnich d'amnich l'amnich d'amnich d'amnich ont l'amnich a l'amnich on l'amnich a l'amnich 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 m'nich l'amnich l'amnich أيضاً بيسبب لي نحنا أفارقة جزء من إفريقيا إن حتى تسمية دي الأفارقة والمغاربة رما خاصة يعد في النظر إحنا نرى أفارقة واش حال ما شيء أفارقة كما قد مكتبت الجنوب ركتل قلمة دوفي يعني نمط العيش إفريقي سواء من عادات والتقايد ولا استحانة الوجه ولا ترى خط الكلام إلى آخره إذن نحن نرى جزء من إفريقيا يعني فقط مسألة دي الخاصة نكتشفوا بلادنا باش نعرفوا بأن نحن نرى انتداد وعن عونك إفريقي وجوذور إفريقية سأواصل مع سيد غفور دهشور كانت هناك دراسة قبل أسابيع قامت بها يومية الإيكونوميست ومكتب سونارجيا وصراحة نتائج ديالها لا يمكن إلا أن تصادق على الكلام اللي قلناه وفي نفس الوقت فيها بعض المعطيات اللي أتصور بأنها نسبياً محبطة وهي تسائلنا جميعاً أول نتيجة استوقفتني هي أن أغلب المستجوابين كيعتبروا بأن ظاهرة أو لوجود أجانب كيف ما استر على ذلك سيد ديوب ما بغاش نسميهم مهاجرين وإنما أجانب بما أنهم اليوم في وضع الاستقرار أعتبر بأن هناك ربط بين هذا المعطاء وبين تنامي الشعور باللاأمن بالسرقة والتسول والمشاحنات وكذلك شاف بأن الوجود ديالهم فيه رهان سوسيو اقتصادي وبأنهم كي نفسوا المغاربة في طرف الخبز كيف ما تحدث عليه ديوب وبأنهم كيزاحموهم في فرزق ولداتهم كيفاش نقاومو هاد النوع من الأفكار باش نتجاوزوا حالة سوء الفهم لكينا اليوم طيب دان عندي واحد الملاحظات قبل ما نجاوب على المضمون أو الخلاصات ديال الدراسة أو ديال استجواب الآراء ديال استطلاع الآراء أولا أنا أحيي في هاد النس هادو أنهم خداوا ذلك المبادرة ديال أننا الحاجة للمعرفة وتأسيس المعرفة حول واحد المسألة عندنا في البلاد مزيان إذن هذا البعد العلمي يخص يكون حاضر وبالتالي يخلقنا وينتجنا واحد المعرفة حول واحد الحاجة اللي عندنا في البلاد اللي هي الهجرة وبالتالي أي المواقف ديالنا والآراء ديالنا يكون عندها واحد السند وتعضيض هذا الآراء ديالنا بواحد الحاجة اللي هي علمية هذا واحد المسألة الثانية هو صعيب علي أنني نمشي يعني نأيد جميع الخلاصات اللي جات في الدراسة أولا لأننا ما عنديش واحد الفكرة اللي هي شافية حول طريقة ديال كيفاش كانوا لزيبوتاز والأهدف ديال الدراسة والإشكالين اللي طلقت منها ثم أن العينة اللي تم الاعتماد ديالها واش عندها داك الطابع اللي هو تمتلي وبالتالي ممكن أننا خدناها على سبيل الاستئناس والحال أن هذه الفكرتين كينين موجودين يعني لا ربط بين وجود المهاجر وبين عدد من الظواهر علما أنها ضواهر موجودة في مجتمعنا حتى قبل توافد المهاجرين وهذه المسألة ديال التهديد في قوت المغربي حتى هي مسألة كينة وهي اللي تفسر يعني هذا سوء الفهم اللي حصل نعم يرى واحد المسألة هو صعيب أننا نعمون طلاقان من واحد العينة ولا واحد الفئة اللي هي محدودة ولكن في جميع الحالات كيبان بأننا خصنا واحد للأدوار أو للمهام اللي ممكن أننا نقوموا بها لأن واحد الوقيته كيولي يعني المواطن يعني المغربي كيطيح في واحد المسألة ديال التقييم ديال الوضع لينزع شيئا ما نحو ذلك المكونات والعناصر ديال وحد الخطاب اللي هو عنصري هاد هاد الأمور ممكنة ممكنة تكون ولكن ما شيء هي التوجه العام وهذا هو اللي مهم عشنا هو التوجه العام في نظر واشكين توجه نحو القبول نحو الترحاب هاكا كتشوف الصورة لا التوجه العام هو ما معناش يعني واحد السلوك اللي ولا مثلا في الخطاب السياسي ولينا كنعبؤ العجرة بأنها هي السبب في جميع المشاكل اللي كنعيشوها يعني المآسي ديال البلاد والله هو المهاجر هو ذك السبب اللي مولد جميع المشاكل كما كنشوفه مثلا في بولدان أخرى اللي كتولي الهجرة واحد ريهان اللي هو انتخابي وكانولي وكانعبؤوا الناس وكانوحدهم وكانديروا ذك السياسة ديال الوصل والفصل يعني كنحاولوا نجمعوا المواطنين مثلا ديال ديك الدولة حول قانعات معينة وحاولوا واحد الخطاب وإهداف معينة وكانفصلوهم عن المهاجرين وكانوولي وكانبينو لهم الآخرين وهم سبب مشاكلكم ها واحد لوضع معين في إزمة مالية وفي اقتصادية ها هم اللي مسؤولين احنا ما وصلناش لهذا معناش هالتوجه مجتمعي ومعدناش لنقوله هالتشبه الإجماع ديال تولي عنا الهجرة مشكل تفضل عندك إضافة؟ اضافة غير على مسبل نحنا بنسبة في المغربين لكي يجوا عندنا المهاجر كيف نحطوه المواجهة؟ نحطوه في مناطق هامشية ومهمشة على جونيو ومتن المدن لذلك فيها ناس مغربة عندهم الحيرمان ويعانهم مجموعة المشاكل لذلك تجيب ان تحطوه واحد إنسان محروم اشغل تولد الحيرمان على الحيرمان غيتولته والتورات الشيماعية إلى آخر هذا المغربي بطبعاً يشوف بأن الأخر يحيد له ويحيد له ويحيد له ويحيد له ربما هذا البصد لا يشدو الأخر يزمون إلى آخر ولكن هذا الشيء منهاش؟ أولاً فتنزي تعسيس للهجرة أو لا بد أن نوجدوها الأرضية؟ طيب المهاجرين يدخلوا إذن أو تحسيس بعد واحد برامجين تحسيس للشعب المغربي والمغاربة؟ من يكتوصلوا مع عموم المغاربة اللي عندهم هاد موقف التحفظ والرفض؟ كيفاش تقنعوهم؟ كيفاش تغيرو لهم الموقف؟ كيفاش تخليوهم يشوفوا في هاداك المهاجر قيمة مضافة؟ وفي نهاية المطاف انطلاقاً من المرجعية الدينية اللي تكلمتي عليها أو من أعراف هاداك المجتمع المغربي الأصيل وكذلك وفق المقاربة الحقوقية والإنسانية وحتى مني كانت تحدثت على القيمة المضافة على المستوى السوسي واقتصادي ولا تقافياً كذلك؟ وشكت قدروا توصلوا الرسالة بهذا الشكل؟ بسبل كفاعل مداني أولاً كنشتغلوا على استراتيجية التحسيس تحسيس واحد أكبر عدد من المغاربة بأن هذه الهجرة مصدر غينة المغرب أمريكان تسموها ملتين بوت لماذا؟ لأنها مجموعة الأعراق مجموعة من صهرة ومن ساجمة وكتخلق واحدة طروة واحدة القيمة مضافة في المجتمع ثانياً كنشتغلوا كنشم جموعة في الجمعية كنشم جموعة الواصلات الإشارية اللي كتحت المغاربة على التسامو على عقوب الآخر وكتنشر طبعاً منشورة في الفيديو في اليوتيوب ومنشورة في الانترنت اللي كيشوفها عدد مشاهدة ديالها كبيرة بزاف من خلالها وشكوني كي هذوك الواصلات كي متلهم مواجرين اللي كي يتحدوا على المعاناة ديالهم في المغاربة بعد هذا الشكل الاتميز اللي كان ما بغيش نقدر العنصرية وكي نقدر هذا الشكل الاتميز اللي كي يعاني منهم كذلك كان فتح الجامعة الجامعة مثلاً كان ضمومتاً وكان واحد اللقاءات مع الطلبة باعتبر أن الجامعة بإسبال واحد القلعة ديال المشتل ديال الأفكار وكي نفس الوقت اللي خاصة تساهم في التنمية المحلية وكي نفعها واحد نتيجة حتى مهمة ومهمة جداً الدراسة خلصت إلى أن فئة واسعة من المغاربة اللي تقبلوا المهاجر الأجنبي وتيرحبوا به هم الناس اللي ما عندهمش مستوى تعليمي مرتفع أو اللي عندهمش هادة متوسطة في حين أن اللي عندهمش هادة عليا واللي احنا المفروض كنقولوها هم أكثر الناس تشبعان بهذا القيام الحقوقي والانفتاح وقابل الآخر هم اللي كي يرفضوا المهاجر الأجنبي كيفاش كتشوف هاد واللي هاد قطيك الإيمان بأن احنا ما ترحتنا في المسبل الجامعة فتحنا في واحد الورش كنسموه فيس تو فيس اللي كنفتحوه كنخرجوه كنديروه للجامعة طبعاً تساق مع الإدارة دي بالكلية كنفتحوه نقاش مع الطلبة حول قضايا الهجرة وكي يكونوا معنا مهاجرين كي يحضروا معنا مهاجرين يعني فعلاً هاد انتو مواصلين كذلك لهاد النتيجة في اليومي داركم عارفين بأن الاشتغال خصو يكون على هادة الفئة كونه الدراسي بسيط هو أكثر قبولاً للآخر من الفئة المتعلمة أو اللي عندها مستوى تعليمي مرتفع لأن لكي تقنع إنسان متقف يجب أن تكون مجهود فكري وكي تقنعه بفكرة معينة الناس البساطة كما قلت في اليوم كانوا واحد الوعيدين كبير وربما في الجمعية يجبوا الناس مغاربة يجيبون أغطيات يجيبون أحديات يحطوها في الجمعية التي تتوزع على المهاجرين وهذه طبيعة بشكل عفوية يلقائي يجيبون المسائل المتقف شوية كل المتعلم لأن المتقف يجيبون شوية في برج عاجي ويبدأ يفكر أفكار ويبدأ ينظر إلى آخر يجب أن نقنعه بأنه طبيعة الهجرة وعرف هذا شيء ولكن برأجير في الميدان يجب أن تكون ميكانيزمات والأساني سيد الجوب ممكن تفسلني شو في السول بالنسبة لهذه الدراسة قالت بأن المغاربة يشوفوا في الأجنبي تهديد الأمن السرقة وكذلك يعتبروا بأنه يجب أن يزاحمهم في رزقهم كما تقولون ما ترد عليها أنتاليوه؟ مشكلة تيجيتوا في المشكلة مفتو ولكن هذين قلمين يقولون أجنبي يعني الخدمة لا يستطيع في المغاربة سيأتي واحد أجنبي سيزيد كما تقولون نعم 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 شخص من الصفح والحافظات 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 هميز بسطورة هم يحيط ابدا يحيط الاหนقار يليسيبهم وليس يمكن الإ إنما يتوقع في شواء المسيب الأول على غير الجزيرة جزيلا بشكل موشكل موشكل مقmat أولهن من المضاخبان في المتحدثين في المغرب أن تجمع بشكل مروحاً في س好吃 مرحاً في لم يجمع أنه يوم الأسوال بمشيل في المدرسة على أنه لديه لديه يومي في ادبعه لوحه ومشيل مرحاً على الأسوال هذا هو نسعر خدك فهناهن سمع المحيدون وميجب أن يسعر بالعيد يكتبنت تحديد Talkingاب كما قلت بكتماعي هذه فكرة مهمة أريد أن نسؤولك فيها يعني المسؤولية للمهاجر والأجنبي حتى أنهم لا يبقى يقول دائماً أنا ضحية دائماً أنا كتاة الدولية كي ديروا السلوكات ديال التميز ضدي وش المهاجر اليوم بدك يوعى أنه يخرج من هذا من هذا اللوجيك لا أريد أن يخرج من هذا اللوجيك لكنها كان هناك، التميز ليونyi جدي وهي أعطبgie سفرق وإذا تطوير في الواقع ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر أهلا بكم من جديد سأواصل النقاش مع سيد غفور دهشور في الجزء الأول ربما خلصنا إلى أن أزمة الحوار الحقيقية تفسيرها موجود في الصور النمطية حول هذا الموضوع يعني الصور النمطية اللي عند عموم المهاربة على فئة المهاجرين والصورة كذلك اللي عند المهاجر على نفسه على المهاربي يعني عندما تحدثنا في مسألة دي الصور النمطية ربط وجودهم بعدد من الظواهر أو لا الحديث على أن وجودهم يهدد الرزق كذلك وموقع الضحية اللي أحياناً يركنوا إليه ذلك المهاجر ولا يريدوا أن يخرج منه ويرى حتى هو يرى في المهربي شخصاً رافضاً له بالمطلق الأزمة هي أزمة صور النمطية يجب الاشتغال عليها نعم بالطبع لأن يعني تكلمنا على تسوية الإذارية كمجال قائم بذاته هو واحد المجال ولا واحد الورش اللي هو كبير ثم كان الجانب الآخر أو المجال الثاني اللي هو الإذماج الاجتماعي في جميع المناحي ولكن تحدي الأكبر اللي كنشوف اللي يمكن أنه يعصف بالمجهودات اللي غادي يدار في هذه المجالين الاثنين السابقين هو المجال ديال كل ما مرتبط بالتقافي بمعنى التمثلات والتصور ديالي للآخر شنوما الآراء اللي عندي عن الآخر شنوما مواقف من الآخر الهجرة فين كينا مشكل مشكل هيه من في الشمال ديال البحر المتوسط خصنا ما نبقاوش نقاربوه الهجرة بواحد البراديغم اللي غادي نجيبوه من جهة أخرى ونوليه من دوك النضادة اللي نبقاو نشوفو به واحد الواقع اللي هو محلي الهجرة خصنا نبدو نشوفوها بأنها هي فرصة أولا إنسانية واجتماعية واقتصادية وهي مصدر ديال الإغناء وعندنا في تجارب بعض الدول اللي سابقانا ولقات بأن التنوع الاجتماعي والمجتمعي اللي عندها كان مصدر إغناء وكان أنه حلام جمعة ديال المشاكي وبالتالي حتى البنية الديمغرافية والمجتمعية ديال هذه المجتمعات دياله والتي قائمة على التنوع ناخده بريطانيا ناخده الولايات المتحدة الأمريكية وأنها مجتمعات اللي هي نجحات في تجاربه دياله الآن ما يقع شنو غير يستفد المغربي اليوم اللي كي شاهدنا في بيته من وجود المهاجر أو موجود الأجنبي كيفاش نبسطه الخطاب أكتر ويشوف بأن كين وجه استفادة ليه للبلد دياله فرصة هي ديال التنمية وكذلك للأجيال اللاحقة سيد غافور دهشور لأنه دواء خطاب بهذا البساطة وبهذا المباشرة هو اللي ممكن يكون مقنع ويحارب النص طبعا أن المغرب عنده إمكانيات دياله وإمكانياته محدودة في بعض المجالات وأنه المهاجر غادي يكون مصدر تخوف لواحد الفئة معينة اللي غادي يجي ذاك الأجنبي ونديره معه تدبير النذرة ذاك الشيق عن نقليل وغادي نقسمه معه هاد الناس هادو ولكن كين وحد الحاجة أخرى وهو أن الاقتصادية تطور المجتمعية تطور ثم أن الأجنبي ما كيجيش خاوي نعطيه بعض الأمثلة ناخد الصينيين اللي كيجيبوا خبرات وتقنية ديال الاستشفاء إذن هاد الناس هادو دورهم إيجابي لأن بعض مجموعة ديال الأمراض اللي المغربة ولو كيجيقوا الشفاء علي يددوك الناس هذا الجانب كين في الجانب ديال التلاقع وديال التقافي كان هادرو على التجارة الإثنية والكوميرس آخرين واللي نحت يعني حتى الخيارات ديالنا في بعض الأمور أنها توسعت ولات إمكانيات ثم كين قضية أخرى وهو أن هاد المخاوف مني كتجي في خطابات شكون هو اللي كينتج الخطاب اللي كيخلع من الأجنبي إذن كين يا إما الإعلام يا إما متنى الجمعيات يا إما الفاعل السياسي يا إما كنطيحو في واحد المطب ولا في واحد الفخ اللي كيتعتبر من بين العناصر الأساسي والمؤسس الخطاب ديال العنصرية هو التعميم يعني حالة غد تكون معزولة كالكوبر وذي قدر ذاك الأجنبي تعدى على الأغر فعلا تعدى على الأغر ولكن ما ما عندهاش ولكن ما كيت تعطى لهاش ذاك التأويل ديال ديال التعميم لأن لماذا لأن مثلا في الإعلام والإعلام ده ما موقعش محصور يعني في القناوات اللي هي التقليدية اللي ولات كلاسيكية التلفازة والجرنال والإداعا ولكن ولأي واحد دبا ولأ صحفي يعني ممكن أن هو يأخذ يون فيديو هكو بالبرطابل ويكتب عليها واحد تعليق ويبوستيها في الفيسبوك وهي في المتناول ديال المشي ديال العشرات ولكن ملايين ديال البشر الخطير في هذا شي وهو أن الكلمات تصنعوا الأشياء المو جانير ولا الكري للشوز الخوف الهلع الحقد كما أن الكلمات ممكن أن تجيبنا الحب والتضامن إذن قالنا شنو الدور ديالنا وفين نغل نوجه الكلمات ديالنا وشنو الكلمات اللي غادي ننتقي وحنا باش نديروها في خطاب ديالنا اللي ممكن أننا نضبرو بها أو نتناولو بها القضية ديالهجرة ودى المهاجر أو الأجنبي مشكلة عامة سيد صادق عندك إضافة تصال للمقطة صور النمطية وكيف نقاوموها كيف نجيب صور إيجابية تحل المحل كل ما هو سيلي سنتكلم بكم على جربة الجمعية التي نعمل عليها في برنامج مع الوزارة المتدبة وزير الخارجي وتعوى المكلفة بمغرب ومقيم هذا برنامج تحسيس فئة الناشئة حول تمييز إلى آخر ويكون معنا مهاجر أفريقي والذي ينشط هذا الوزارة يتعلاج لكي نحرب لأن صورنا لا يتكلم بإيمان وفي نفس الوقت يكون لقاء مباشر ما بين مهاجر المهاجر طبعا لجاء المغرب طريقة ثرية طريقة ما عنده شراق ومن بعد سوى الوضعية دياله إذن هذا التراجي كامل هذا البركور الميغراطور ديال المهاجر يتعرض أمام الأطفال في مدارس تتعرف بأن طبعا الأطفال تتعرف أسئلة بريئة مثلا في واحد دراسة طفلة سؤلت واحد طيب السؤال شنا هو لوشنطوما عندكم واش عندكم الأعضاء ديالنا بحرنا بحركم يعني هذا المنطق المفهوم هو أنه ذاك الفكرة بأن ذاك الإنسان الأسود عنده شي ضلعة زي دا مختلف في الفيزيولوجيا مختلف على اسمي إذن هذه الصورة نمطية بشرة تحارب مثل هذه الوراشات وهذه العملية التحسيسية التي قد تتقام مع التميذ نبطل الثيران ونفتحوا حوار خاصة مع الأجيال المستقبلية نضع التنميل المستدامة نرى المستقبل التنميل المستدامية رائية يطلبية حاجة الأجيال لذبها سيد صادق بما أنك حاضر معنا أنتم بمناسبة اليوم العالمي الميز العنصري أطلقتم حملة تحسيسية لمكافحات التمييز لأن اليوم قلنا بأن العنصرية لا موجودة بها الشكل كم فهم مؤسس ولكن هناك اتهامات موجهة المجتمع المدني اللي يشتغل في هذا المجال للهجرة والمهاجرين بأنه أحيانا يدكي هذا الحديث على التمييز ويمكن حتى أنه يسقط في الحديث على العنصرية من أجل الاستغزاق أنا أنزيها المؤسسة اللي كتأولى الجمعية اللي كتتحدث عليها ولكن كيفاش اللي كتحدث بإسمها كيفاش كتشوف هذا المعطى لأن جمعيات مجتمع مدني ماشي بدور يقدموا عمل إيجابي في هذا التجاه وبالعكس كيمكن يخلقوا ويزيدوا يعمقوا سطور النمطية ويزيدوا يكرسوا السلبي لا طبعا الآن كنشتغل كما كتعفوا الجمعية كنشتغل بمشاري باش باش تبلور مشروع كتقدر واحد تشخيص ميداني كنشتغل من الحاجيات اللي تعبروا على المواجهة المواجهة اللي يأتي لدينا الجمعية كنشتغل معهم محيوارات كنشتغل معهم متقارير حول وضعي ريالهم ويعبروا لها حاجيات وكذلك هؤلاء 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 من المشاريع وطبع من المشروع ونشتغل تدفع المشروع للجهات معينة وانت وظهرك وانت وظهرك كنشتغل على هذا المشروع إلا نجحتي ركيمون لك ما نجحتيش ركت رجع بيخوف ويحاني هو هذا الجهة وليس تدفع هذا الجهة اللي كتدفع لها حيث أحيانا الجهات عندهم أهداف وعندهم غايات وعندهم أجندات وشكين مجتمع مدني عنده هذا الوعي بأنه ما يسقطش في الترويج لخطابات قد تتوافق وهواء حيث فهمتي الفكرة فهمتي التجار يعني جمعية والتي تتكلم لديك محياة والأساسي لديك الهام يجب أن تضع ليهم بالنواجد للمسابيع ابقاءة فقط هل يستقبل أنا لا تجري العملي أربعي لا تجري العملي المسابعات ويمكن لديك رسالة وطبع نحن لا تريد لا يسقط ما هي العوائق الحقيقية اليوم لزوبستاك المزاهم أمام الأجنبي أو أمام المهاجر خاصة على مستوى الشغلي المهنياً ما هي أهم العوائق تماماً في الأمفلو فمساعدة من الكامل واحدة من النموات ولا أمام المهاجرين القاصرين ما هي الأمفلوب والبرنامج لا نهم أشخاص بنا يتمرون هذا النهج عنه طريقة تقوم بإعادة القادرة يتعظون بإعادة المكانيسات يتمرون هذا في المراغ العيون ويزدونه يتعلقون بلدينة مجموعة في المكهور ويسرتونه هنا يتعطون بجير والمكانيسات والخصوص المغربية لا يمكنك الاعداء الى المنطقة ولا تكون صغير من المنطقة موضوع عن هذه المقابلة يا صاحب تقبلوه؟ تقبلوهم تقومون عن قانون لتكون أداب شوية وكتبعون إذا كان عنده شيء كرسيات تنخرج في المدينة تشاريش هذه البيئيسات ودك شيء من بعد عندك الوفرماشون وندك بلاسات تقوم واندك شي شوية شي شوية طيب عندكم مشروع تاني كي تعلق بالأطفال الصغار من سنتين لخمس سنوات يعني رياض ديال الأطفال لك خش سنتين تل خمس سنين كانوا كينين إلايات وقع ما عندهم عندي مشكلة خاصة ندر خاصة ننتقر تتواصل بشكل جيد باش تيبرو تهرقوا وخدمات يقولوا أن الدراري ما عندهم شي ينهطوا ودرنا هذا برنامج دابا تل أربع سنين درنا لكوپيراشون مع الونيفام للأميرات والرئيسة أتينا شئي البلاسات في رواد ديالهم ومقالتين مع المغربين لا مهم يعني ماشي أطفال ديال مهاجرين بوحدهم لا مقالتين مع أطفال مغاربة ديال أسر ديال جماعيات وكان لشارج تيكون في جماعيات ديالنا وتيكون عندهم أو تنجيبهم شئي مؤلمة 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 تيكون من كودفار أو من سنغال تيكون تيخدم في الرواد وتيكون انتركولترال باش بأنه هذا اللي ندرنا كل شي هنا بنسبال ما فامت لأخر تيكون سفا سفار في المدرسة وفي التعليم الأولي يعني في المدرسة من سنصغيرة جدا من سنصغيرة جدا وتيكون الملاخر سنو لأخر لأخير . . . ولكن تم having البعوت واشاكرا لديه ومعرفة الل 향وانية لم يترجمة هذه اليوم لم يترجمة هذه الغنية نعم, مثلا الجميع لأن الجمعيات تتضحيك وتكتبوا برامج ولكن هذا لا يعفل مسؤولية الدولة لتحديد مسؤوليتها مع أم مال لأننا نضع لما يسمى مفهوم التقائية أو الـ convergence إذا لم نزلنا لكي نحق هذا المزج التنموي الجديد فأنا أضعي الوقت سيطة نكتر سيطة نكتر لا يوجد فقط جمعيات لا نحن الـ convergence لأننا نحن الـ زفور لأن الجمعيات لأن القطاع الخاص لأن الإعلام دي الجامعة لأن الإعلام تنورة كي دكت العسل لكي دكشيك وعفلوها زيانة مثلا طاقة طبعا طبعا وكي نهادك الإعلام وكي الإعلام لدينا اليوم طبعا نحن فيه الهدف دينا طبعا لا نحن المسؤول حتى هو ويكون ماشي زيما أفاكي كيدرون نحباقوا بباو مع تشواق علا لأن يخصدك الأمانة العلمية بأن هذا الدور الترباوي والإعلام غير هو كيف ما استر عليها سيد غفور دهشور هو واحد الإعلام التقليدي أو للإعلام اللي طبعا يشتغل بالضوابط وبالأخلاقية هو متجاوز اليوم لأن مواقع التواصل الاجتماعي غالبانا كاملين يعني ابتداءا بالإعلاميين والإعلاميات يعني مواقع التواصل الاجتماعي اليوم كتدير واحد العمل فعلا يمكن يمشي بالإيجابي كما ممكن يعدد كل ما هو سلبي تحدث على مسؤولية الدولة في حد جميع فئات المجتمع أو في إدماج جميع فئات المجتمع في منطق وفي فلسفة وفي رهانة السياسة الجديدة الهجرة واللجوء كيف يمكن أن يتحقق ذلك سيد غفور دهشور بالنسبة للآن يعني فتنا واحد مجموعة دي المراحل واحد الوقتها كنا عندنا مثلاً عندنا هي مديرية تابعة الوزارة الداخلية لتدبير الهجرة ولكن هذا الانتقال اللي هو واحد رسالة اللي هي رمزية يعني موقعنا احتى من ناحية المؤسساتية ولا توزارة ولا واحد واحد الإطار حاضن المجموعة دي المؤسسات من أجل التدبير دي الميل فضل الهجرة الآن نخص جميع الأطراف أنها ولكن المسؤولية دي الدولة فين كتبقى الدولة أولاً هي اللي مسؤولة على احترام هذا حقوق دي المهاجرين الحماية دي الحقوق دي المهاجرين والضمان دي التمتع بالحقوق دي المهاجرين يعني كيني ثلاثة دي المجالات اللي هي أساسية الاحترام والحماية والضمان والضمان نعم لنفش كنقول الاحترام هي براسها يعني الدولة خصة تحترم الحقوق دي هذه الناس واتدمجهم في المجالات الأربع اللي هي دابة الآن يعني في الشغل في الصحة في تعليم والقضية دي التسجيل في الحالة المدنية المسألة الأخرى دي الحماية هو يعني كيفاش أن أطراف أخرى غير الدولة ممكن أنها تنتهك وتخرق حقوق دي الله وهي يخص هذا الضمان أن تنفيذ ديال هات السياسة هدا بشكل عام هدون مسؤوليات الأساسية ديال الدولة ولكن الدولة ماش داك الفاعل اللي كي يدبر الأمور بشكل يومي يمكن غادل القاوة مثلا واحد الموظاف مثلا في واحد الإدارة معينة اللي مازال مستوعبش فرفوه كي يكون عنده ماشي يزعم أنه منطلق من واحد الخلفية معينة يمكن هون سوريا وشي خطرة هي مفاهيم هي المساطة الإدارية كي كتكون لدينا مشاكل في الإدارة العمومية ومعناش مشكل للغاة وكانت واصله باللغاة والمفروض مواطنين فاش قلت أولاد الواطن راح كلنا أولاد الواطن إحنا ولا هم وكل شي راح أولاد الواطن الآن ولكن كنت مشي وكتلقى يعني مشكل مع موظف اللي كي يطلب لك مثلا واحد الواثقة ولكن هي غير منصوص عليها مثلا في القانون الفهم دياله دير هاك هاك ولهذا خاص واحد المسألة ديال التعبئة والتوعية فهذا التفاصيل هادي إذا بدزنا ذاك الإطال العام ودخلنا في مراحل خراء هذا لأن المغرب ما بقاش مثلا هي ذاك شارك ديال أوروبا كي ما قلت في الأول ومعندوش فقط سياسة دياله ولكن دخول هو المسأول على الجندا أفريكان ديال الميغرسيون وغادي استقبل في ديسمبر الجاي ديال 2018 للملتقى الدولي المؤتمر الدولي حول العهد الدولي حول الهجرة إذا ولت عنده أدوار الدولة دائما كتكت تفكر بستراتيجي كتدخلش في هذا لكن المسألة ديال المجتمع المدني الأهمية ديال المجتمع المدني هو شارك في التنزيل ثم شارك أنه يطلع على المعلومة يقول أود دي هاتشي اللي تفقنا عليه بل ورناها في السياسات هافين يصطدموا هافين ناجح هال مشاكل هال مشاكل هال مشاكل ممكن أننا ندروا شي حاجة ونتقدموا ونحاولوا نقيموا ونقوموا نقيموا ونقوموا نقيموا السياسة ونقومواها إلى ما كانت المجتمع المدني نقيموا ونقيموا ونقيموا أستاذ غافور أستاذ غافور أستاذ الدولة كانت نسجام بين القيمة والقاعدة في جربة نجمعية كما كنت قد قمنا براميج بمعنى وزارة متدبة لدى وزير خاشية ومشاكل مغرب ونقيمون الخارج ومشاكل يشتغل في براميج هذا هو وزارة وكانت فيها في تدارية من تجربة براميج كل مكان على الميدان وتجربت للقيمة وذهب على داخلية بعد تقوم بمسنانة ومهما تجربة تجربة الميزة ومها كأنا في مدينة كما تجربت الوزارة ونعطتها الجمعية وكي يتجربت الوزارة ونقلنا في حكومة مساجمة هذا هو تساؤل كيف تضعوا استراتيجية معينة في الورد وكيف تضعوا استراتيجية معينة في الفقه وكيف تضعوا على أرض وكذلك هناك مواجهة تقليمهم في الأول وكذلك في الطمان لديه الحملاء التنشيط للمتجوين لتبايع التجارة هم توقع حتى معهم؟ نعم يقول لهم يمنعهم عن كلهم فشهدوك يحطون المسائل وتتعوضوا إلى الأخيرة مسائل ما كتفهمش ما زال ما إذا كانش يوعد يخبرين فهمني يفهمني هي أحياناً كتكون مرتبطة كيف مقال السيغة فرضة شو غيب أشخاص إلى أي حد هو مستوعب القيم اللي كان رافعوا عليها اليوم والفلسفة ديال هات السياسة الجديدة للهجرة واللجوء إلى جانب هات المشكلة الالتقائية كذلك يمكن حتى على مستوى نفس الحكومة مفروض منها تكونوا دورة تكون هنا تكون مستمر باش يبقى امتابع اشواقع في المغرب ماشي واحد يهدر في شكل واحد طيب ما هي الملاحظات ديالكم امتصالاً بالمسألة ديال الحق في الشغل لأنه في نهاية المطاف الشغل هو مفتاح الاندماج ما كيانشي اندماج بدون شغل ملكي مليد النوح حتى نواح السياسة للهجرة الشيدة في المغربية إلى آخرين يجيب نحطرها ميكانيزمات ولا آليات مساعدة على تنفيذ هذه السياسة كيفاش بمعنى هذو المهاجرين يجب تأهيلهم تأهيلهم باش وفقا متطلبات سوق الشغل لكي يمكن استوعبهم إذا ما كانت قادر يستوعب برا ما كان عملو تشيك ما كان ديرو تشيك كما قلت هلما في الجماعة كنقوم بواحدة من الجهودات بطبعات الحال مجتمع المادة يمكنش يدير كل شيء وممكن جماعة يدير كل شيء سيطرق ديفيسيل نوك تنضموا دورات كويني رفائد في تأهيل الحرافي تأهيل المواجه ونحن مجمع المواجه كي يستفدوا مثلا في دروس الحلاقة في دروس الطب في دروس كذا اللي كي نحاولون صاحبهم حتى في البحث عن منافي للشغل وكي مغاربة كي مغاربة اللي ماشي كي مغاربة اللي كي يستقبلهم بصدر رحب ويحاولوا يدمجهم ويجوب يعني كي يحاول يدمجهم في المقاولات الصغيرة ديالهم مقاولات الصغيرة مجمع المقاولات الصغيرة ديالهم 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 مغاربة اللي ماشي ديالهم كي مغاربة الخاص بمقاولاته الكبرة مدعوه كذلك لدعم هذا لدعم هذا يسألني كي مغاربة لدعم مغاربة مغاربة ويشألهم ديالهم بمزبال كي يفت كي ينادر على الدولة. اللي كان في الفوق. اللي كان في الفوق. خسك. مزل تحت. خسك تكون في الوادي. ماشي دال نسبة دالشاف دالتال. نسبة دال السيد والسيدة اللي خدم في مقاطعة. إياه اللي خسك عربت خدمة ديالة. بانو عادك عندو حق عندو عادك وراك. عندو حق دخلوا لنابك. عندو حق لغاليزة وراك ديالون في الباسبور ودك شي. طيب شنو رسالتك الاخيرة وغانختم معاك سيد جوب منتاقة. شنو رسالتك الاخيرة. احنا برنامج جنة اسمه أزمة حوار. بمعنى أننا كينسوا الفهم. باش ما نبقاوش في هاد الوضعية. خير موجود. طرجوا للفهم و للحوار. خير موجود. الخير موجود. الإجراء من صلى الله عليه وسلم تيكون إلى يوم يباتون. نشدوا كل شي ندرو نشوفوا الهال كلنا كل يي لافور بور فارغاني البروبلم ديستيريوت لتلتقي وتريدو لتلتقي بي معاركات المقاطين. نو سنزل لفرير. ويوجد بين خواسين عندنا سوى الفرصة هو الانيون الافريكية لذلك نحن قدمنا لتعبير جميعا بلو ميغران أو النشونال فرصة فرصة لا يجب لا يجب لا يجب إلا أن نستغلها ولا يجب أن نضيعها من أجل طبعا أن يربح الجميع جملة أنا غير فقط تنزيل المقتدل الدستور يعني إشراك الجمعيات في إعداد سياسات العمومية وتقيمية وتفايلها نحن نفعله نحن نفعله نحن نفعله شكرا لك سيد صادق شكرا جزيلا لك وشكرا على مجهودك التواصل بالدرجة وكذلك في متابعة مجريات الحلقة شكرا لك سيد غفور مشاهدين الكرام لا سلطة للإعلام في أن يجد مخرجا لأزمات المجتمع وإن ادعى ذلك مدعون لكن من واجبه أن يخرج الحوار من أزمته نتمنى أن نكون قد وفقنا في حلقة اليوم طبعا في تداول عدد من الرسائل التي تتيح هوامش أكبر لاندماج فئة المهاجرين مهنيا واجتماعيا في المجتمع المغربي انتصارا للقيم الراقية والجميلة نضرب لكم موعدنا الأسبوع المقبل في عدد جديد من أزمة حوار نفس التوقيت وعلى نفس القناة ميديا انتبه في عمالينا اشتركوا في القناة